اشتركوا في القناة النهاردة هيقص شريط افتتاح هذه البطولة مع ممثل قرة اوكيانوسيا بطن نيوزلندا فريق اوكلاند سيتي حالة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا ولكن قبل مبدأ الحلقة النهاردة 1 فبراير ذكرى حزينة في تاريخ القرى المصرية ذكرى استشهاد مشجعي النادي الاهلي اليوم مجلس دارة النادي الاهلي أحيى الزكرى السنوية للجماهير وذلك امام النصب التسكاري لهم بمقر النادي في الجزيرة حضر العمري فاروق وطارق انديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي ومدير قطاعات النادي وكباتم كل الفرق الرياضية للنادي وكان كمال بحضور عدد من العاملين في القطاع الرياضي وفي الفري الأول لقرة القدم بالنادي الاهلي رحمة الله عليهم وان شاء الله لن ننساهم ونلقاكم في الجنة بإذن الله زي ما قلت حضراتكم كان يوم صعب مر على تاريخ أو مر على القرى المصرية وعلى جماهير النادي الاهلي بشكل خاص وشايفين حضراتكم طبعا هذه اللقاطات اللي النهاردة كانت موجودة في مقر النادي بالجزيرة واللي أحيا فيها مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي كانت النهاردة وفد رسمي من قبل مجلس الادارة برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الادارة وكل من أعضاء مجلس الادارة الأستاذ طريق أنديل والأستاذ محمد سراج الدين والأستاذ محمد الضماطي وكمان مدير مقر النادي الاهلي بالجزيرة ومدير قطاعات النادي المختلفة وكباتم كل الفرق الرياضية وأيضا كمان الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي كلنا عارفين طبعا هذا اليوم بيتم إحياء الزكرة بشكل دوري وطبعا زي ما نشايفين النصب التسكاري الموجود عند مدخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة رحمة الله على شهداء النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله في الجنة لن ننساكم أبدا